إذا رمت درعا يقيك الضرر يخفيف عنك مصاب القدر فكن ذا يقين برب قدير فنعم الإله ونعم المجيد ولا تيأسم إن أصاب القدر فصبر جميل يزيل الضجر فصبر جميل يزيل الضجر مرحبا بكم إخوتي أخواتي مشاهدي قناة المجد الفضائية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم في وقفة جديدة من برنامجكم وتجدد بكم دائما وقفات نفسية وقفتنا الليلة تمس موضوعا شائكا لكنه يهم كثيرا من الناس موضوعنا الليلة عن علاقة النفسي بالجسم وكيف يمكن أن تكون أعراض الجسم تعبيرا عن ضغوط الحياة أو إشارة لمشكلة نفسية قد لا يدركها أصحابها وفي المقابل فقد تكون الظواهر النفسية أولى علامات المرض الجسمي العضوي ويكون في إدراكها من قبل الطبيب المعالج سببا في الشفاء بإذن الله يسروني أن أستقبل مشاركاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر لكم على الشاشة بين الحين والآخر ومن خلال موقع البرنامج على شبكة الإنترنت www.walkafat.tv W-A-K-A-F-A-T dot TV سنقوم مسويا كالمعتاد بإجراء اختبار بسيط لمعرفة إن كنت أخي واختي المشاهد ممن يعاني من مشكلة نفسية جسمية من شاء المشاركة معنا فعليه أن يحضر ورقة وقلما وأن يتابع الأسئلة التي ستظهر على الشاشة اتباعا وسنعود في تناية الحلقة لمعرفة كيفية حساب النتائج لنبدأ الآن على بركة الله اختبار الليلة السؤال الأول يقول هل تعاني من مشكلة أو من ضعف الشهية؟ هل تعاني من ضعف الشهية؟ أتمنى أن تكون ظاهرة على الشاشة السؤال الثاني هل تعاني من ضعف؟ هل تعاني من ثقل في الرأس؟ طبعا الإجابات دائما تكون نعم أو لا نعم أو لا السؤال الثاني هل تعاني من ثقل في الرأس؟ السؤال الثالث هل تعاني من الدوار السؤال التالي هل تعاني من التعب أو الإرهاق ثم هل تعاني من الصداع ويليه هل تعاني من ألام في الظهر ثم هل تعاني من ألام في البطن هل تعاني من الغازات أو الانتفاخ هل تعاني من صعوبات في النوم وكما قلنا الإجابة دائما نعم أو لا هل تعاني من الخفقان هل تعاني من حرارة عند خروج البول أجلكم الله وأخيرا هل تعاني من آلام في المفاصل أو العضلات سنعود بعد قليل في ثنايا هذه الحلقة لمعرفة كيفية حساب النتائج مثل ما قلنا هي تقريبا 12 سؤال كل سؤال الإجابة عليه بنعم أو لا دائما نعم تأخذ واحد ولا تأخذ صفر ونجمع النتائج وسنعود بحول الله تعالى في ثنايا الحلقة للحديث عن النتائج التي يمكن أن يحققها أي منها عند احتساب هذه الأرقاء نعود الآن للحديث عن موضوع الليلة وهو مثل ما قلنا العلاقة النفس بالجسم والحقيقة أن الموضوع ليس موضوعا جديدا حيث كان الفلاسفة القدماء تكلموا عن هذا الموضوع ووصفوا النفس بأنها هي الجوهر الحق كما سموه أو الجوهر الأسمى واعتبروا الجسم ما هو إلا مظهر أو محل تكمن فيه هذه النفس وسموه الجسم بالجوهر الأدنى المدارس علم النفس التجربية والطبية التجربية تنظر بشكل معاكس تماما وترى أن الجسم هو الأصل في الانفعالات والأفكار والسلوك وربما حتى هو الأصل في كينونة الإنسان كل إنجاز التعبير فينظرون إلى النفس وكأنها أصل للجسم وتصرفات الجسم وما يمكن أن يعتري هذا الجسم لكن هناك إشكاليتين حقيقة أو إشكالية في وجهة النظر وجهة النظر التي تعتبر النفس هي الأصل وإنعكاساتها تحدث على الجسم والإشكالية أيضا في نظرية أخرى التي تعتبر الجسم هو الأصل وأنه ما ينتج عن هذا الجسم من تصرفات وأفكار ما هو إلا مسألة كيميائيات وكهرباء في الدماغ لكن هل الجسم هو فقط أو النفس هي فقط العضلات والأعضاء التي يحتويها الجسم وفقط الانفعالات والأفكار الحقيقة أن الأمر ليس كذلك لأن الإنسان هو مزيج من هذه الأمور بالإضافة إلى أمور أخرى أكثر أهمية وأكثر رقيا وربما أكثر عمقا وأكثر تعقيدا في دراستها مثل القيم والمعتقدات والأخلاق والمواهب التي يمكن أن تكون عند بعض الناس دون البعض الآخر ولذلك لا يمكن تفسير هذه الأمور بأنها مجرد كهرباء الجسم أو مجرد بعض الكيمياء تزيد أو تنقص هنا أو هناك فتجعل هذا الإنسان كافر وتجعل هذا الإنسان مسلم أو تجعل هذا الإنسان موهوب أو غير موهوب أو تجعل هذا الإنسان يعتقد شيء دون شيء آخر إذن اعتبار الإنسان وإنسانية بكاملها جسدا ونفسا هي ليست إلا مجرد كيمياء هو لا شك أنه خطأ مبالغ فيه وفي المقابل أيضا اعتبار أن الجسد ليس إلا وعاء لهذه النفس وأيضا ربما تطرف للناحية الأخرى إذن هناك شيء لا يزال غير واضح في هذا الأمر وتقصر عن العلوم الطبية والعلوم التجريبية في الوقت الحاضر حقيقة من أجمل ما قرأت في هذا الموضوع حديث للشيخ صالح المغامسي الله وفقه كنت أستمع لمرة وأتكلم عن الفرق بين كلمتي النفس والروح وبين كلمة الجسم والجسد وكان يذكر ما معنى أنه النفس والجسم هذه في حالة الحياة وعندما ينتقل الإنسان إلى يعني يفارق الحياة فيصبح الجسم يسمى جسداً والنفس تسمى روحاً ومن أدلة ذلك قال الله سبحانه وتعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ويقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يفكون هذا لوصف المنافقين وهم أحياء جاء في المقابل أيضاً في وصف أو عند الحديث عن سيدنا سليمان عليه السلام عندما توفي ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسداً ثم أناب طبعاً اختلف المفسرون في الجسد هو جسد سليمان عليه السلام نفسه أم أنه جسد آخر لكن أحد على أقل التفاسير تقول بأنه جسد سليمان نفسه عليه السلام إذن هناك نفس وجسم أثناء الحياة وهناك روح وجسد بعد الموت عندما قام العلم التجريبي بدراسة الأدمغة للعباقرة والمؤلفين والمتميزين من الناس والموهوبين لم يوجد في أدمغتهم فرق فيما يتعلق بكيمياء الدماغ أو المواد الكيميائية التي وجدت في الدماغ أو حتى إلى حد كبير تشريح الدماغ بين هؤلاء العباقرة والموهوبون وبين من دونهم أو من سواهم من الناس ولذلك هذا يؤكد أيضاً ما ذكرنا قبل قليل بأن الإنسان ليس فقط مجرد أنسجة دماغية أو كيمياء أو كهرضاء من ناحية أخرى أيضاً وجدت الدراسات الطبية ودراسات التجريبية النفسية أنه كثير من الأمراض النفسية مثل الاكتئاب ومثل الوسواس القهري والقلق والفصام وجد أنه لها أسباب كيميائية حقيقية ونتج عن هذه الدراسات إنتاج أدوية وعقاقير تصلح من هذا الخلل طبعاً مثلها مثل العقاقير التي تستخدم لعلاج أي مرض في الدنيا يعني هناك من الناس من يستفيد منها هناك من الناس من لا يستفيد هناك من الناس من يستجيب استجابة كاملة ومن يستجيب استجابة جزئية لكن ما نخلص إليه من هذه النقطة هو أن فاعلية هذه العقاقير ثابتة إلى حد كبير وهي جاءت من خلال دراسة كيمياء الدماغ في هذه الحالات ومقارنتها بأدمغة الأسوياء من ناحية الكهربائية ومن ناحية الدماغية لكن مع ذلك الطب النفسي وعلم النفس لا يكتفي بأن يقول أن المسألة مسألة كيمياء المسألة مسألة كهرباء والعلاج بالعقاقير هو يعني الحل الكامل لهذه المشكلة ونهاية المشكلة وإنما يسعى في كثير من الأحيان إلى توجيه المريض أو توجيه صاحب الشأن ممن يعاني من الاكتئاب أو القلق أو الوسواس بالإضافة إلى استعمال الدواء إلى تعلم مهارات علاجية يمكن أن تغير من أسلوب تفكيره يمكن أن تغير من سلوكه لكي ينتقل من مرحلة المرض أو من حالة المرض إلى حالة السواء مثل ما كان يوم من الأيام في حالة السواء وانتقل إلى حالة المرض إذن لا يعتمد 100% على العلاج بالعقاقير مثل ما قلنا لأنه لا يمكن اختزال إنسانية الإنسان وبشرية وأفكاره ومعتقداته وكل الأمور هذه إلى مسألة كيميا بسيطة في المقابل مثل ما قلنا أنه الأمراض النفسية الكثير منها وجد له أسباب عضوية كيميائية أو كهربائية فإن كثير أيضا من الأمراض العضوية يكون لها نتائج أو أعراض نفسية وربما كانت الأعراض النفسية هذه هي أولى علامات ظهور المرض وكثير من الأحيان أنا وزملاء الأطباء نفسين الآخرين يأتي مريض ويعرض شكواه فيظهر لنا من هذه الشكواه أنها مشكلة عضوية وليست مشكلة نفسية فنشير إليه بالذهاب إلى الطبيب الفلاني ربما طبيب في الجهاز الهضمي ربما طبيب أعصاب ربما طبيب في الغدد وفعلا يتضح بعد ذلك أنه عنده مشكلة عضوية فعلاقة النفس بالجسم هي علاقة متبادلة مشكلات النفس يمكن أن تؤدي إلى مشكلات عضوية جسمانية ومشكلات الجسم يمكن أيضا أن تؤدي إلى مشكلات نفسية وربما إذا أتيحت لنا فرصة أيضا لأعرض بشيء من التفصيل للمشاكل العضوية التي يمكن أن تؤدي إلى مشكلات نفسية بقي معنا أيضا نقطة مهمة وأعتقد أن من مهم أن أتجاوزها وهي التفريق بين المرض والعرض المرض هو درجة يعني حصل فيها اختلال حقيقي في كمياء الدماغ أو في كهربية الدماغ ويدرك الطبيب النفسي هذا الشيء بأنه لديه معرفة بالأعراض المرضية التي يمكن أن يقال عنها مرضية وتختلف في شدتها أو في طبيعة الأعراض وبين الأعراض التي يمكن أن تعرض لي أو تعرض لأي إنسان من الناس يعني في مختلف مراحل حياتهم وفي مختلف مناحل حياة الأعراض مثلا عندما يحزر الإنسان لوفاة أحد عندما يغضب الإنسان عندما يقلق لأمر ما من أمور الحياة العادية هذه لا يمكن أن نقول عنها أن هذه حالات مرضية وأنه ممكن بتعديل كهرباء أو كمياء الدماغ معالجتها لأن هذه أمور طبيعية جدا ولا نحتاج إلى معالجتها وفي هذه الأمور يأتي دور الجوانب الإيمانية الإيمان لا شك أنه يساعد الإنسان على مواجهة الأزمات تخطي ما يمكن أن يعرض له أثناء هذه الحالة الحياة لأنه يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه ويعلم أيضا أن اختيار الله سبحانه وتعالى له أفضل من اختياره لنفسه وكما يقول سيدنا علي بن نبي طالب رضي الله عنه من رضي بأقدار الله جرت عليه الأقدار وهو مأجور ومن لم يرضى أو سخط من الأقدار جرت عليها الأقدار لأنها هي ما قدره الله جاري جاري لكنها تجري عليه وهو مأزور إذن دور الإيمان هو دور وقائي ومهم جدا لجعل الإنسان يتكيف مع الحياة بشكل طبيعي لكن في المقابل المرض هو مرض مثله مثل الأمراض العضوية يمكن أن يصيب البر والفاجر يمكن أن يصيب المؤمن والكافر ويجب أن لا نخلط حقيقة بين هذه الأمور لأنه مما نرى في عياداتنا وفي تعاملنا مع الناس اللي يعانون من مشكلات نفسية أنه إضافة إلى معاناته من الاكتئاب أو القلق أو الوسواس أو ما إلى ذلك يتهم بأنه طبعا بدون قصد من هذه من ضعف الإيمان وأنك لو لجأت إلى الله أو كذا وهو يعرف صاحب الشأن أو صاحب المعاناة ونحن نعرف ومنحه ليعرف أنه لم يألو جهدا في مثلا العبادة أو اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى أو الدعاء لكن مع ذلك يحتاج أيضا إلى الأخذ بالأسباب المادية إضافة إلى إيمانه بأن الله سبحانه وتعالى هو مسبب الأسباب ومن أقداره أن حصل هذا المرض ومن أقداره أيضا أن هيئ الإنسان ما يمكن أن يعالج هذا المرض لدينا كثير ما يمكن أن نقوله في هذا الموضوع لكن دعونا نتوقف لفاصل نشاهد فيه سويا بعض تسجيل ورصد لآراء الإخوة والأخوات الذين تم معهم لقاء لصالح هذه الحلقة ثم نعود بعد ذلك لتكملة موضوعنا ابقوا معنا سنعود إن شاء الله إذا رمت در عن يقيك الضرر يخفيف عنك مصاب القدر فكن ذا يقين برب قدير فنعم الإله ونعم المجيد ولا تيأسم إن أصاب القدر فصبر جميل مبدئين الأمراض النفسية بتختلف حسب حدتها وشدتها على جسم الإنسان من ناحية بتنية الأمراض النفسية طبعا بتأثر مباشرة على ناحية بتنية البناء أدم وبتعمله منطعفات مباشرة برضو يعني بتأثر عليه في حياته عموما من ناحية الإحباط من ناحية تأثيره على الناس على الأسرة على الأهل على العصدقاء فبتأثر تأثر مباشرة طبعا في الشكة والله المشاكل النفسية تأثر على الجسم لا في شك يعني مثلا عندك الاكتئاب يأثر على الجسم بحيث أن الشخص يكون يعني يقبل شهيته الأكل الكثير وبالتالي تصير عنده سمنة أو أن العكس يمتنع عن الأكل فتقل وزنه وهذا يأثر على صحته في المستقبل طبيعيا في تأثيرات كثير كبيرة على جسم الإنسان لأنه كل شيء داخلي بيبين بالخارج بيبين أوقات بحالات عصبية للجسد أوقات فيه ناس بيفش خلقهم بالأكل بيصرفوا عندهم مدينة فيه بالعكس أوقات بيضعفوا وبطلوا ياكلوا بيعنوا تأثير سلبة على الأكل ردة فعل عكسية طبعا فيه تأثيرات كثير كبيرة بتبين بعيونهم بالتعب بالنظراتهم أوقات بتبين بردات فعلهم العصبية المشاكل النفسية طبعا لها تأثيرات سيئة كثير على جسم الإنسان لأنها بتؤدي إلى اختلال الدورة الدموية تؤدي إلى اتراب العقل وده بالتأكيد بينجالي على جسم الإنسان بالضعف والهزال تأثير على الدورة الدموية والدورة الدماغية فبالتأكيد لها تأثير سيئ وسلبي على جسم الإنسان طبعا هي وظائف النفسية على جسم الإنسان كثير يعني منها الاكتئاب منها انفسهم الشخصية الاكتئاب في حد ذاته بيؤدي يعني الأمراض كثيرة للإنسان يعني زي الخمول الكسل عدم القدرة على التفكير يعني حاجات من هذا القبيل يعني ده على حسب كل طبع يعني يعني الرجال عموما أقوى أقوى نسبياً بدنياً من النساء ورباس سبحانه وتعالى خلال النساء يعني ككائن برضو ضعيف وقوطه في ضعفه فرباس سبحانه وتعالى وكي يكون مدهم أراضي أقوى من الرجال يعني عملاها نسبياً صعبة شوية يعني عملاها صعبة تحدثها يعني عموما يعني أنا برأي اتنين مثل بعضهم لأنه أنا ما بميز بين رجل ومرأة بعتبر أنه اتنينتهم عندهم زيت التأثير إذا مرأة عندها حالة نفسية عم بتمر فيها طبعاً بدها تأثر على جسمها وجسدها متل ما بدوا يأثر على رجل هي زيتها ما في فرق والله الظاهر أنه دائماً الأمراض اللي يشتك منها أكثر المرأة لأنها بنيتها ضعيفة وما تتحمل الأمراض ومشاكل الحمل والحاجات هذه وقلة الحركة بالنسبة للمجتمع عندنا فها أكثر يمكن تتعرض للأمراض أعتقد المرأة أكثر شكوى من الرجل لأن المرأة لها خصوصيات مثل الدورة الشهرية وليها خصوصيات الحمل والرضاعة وبالتالي لها أكثر المفروض تكون أكثر شكوى من الرجل أيضاً قسد المرأة أضعف في مجمله من قسد الرجل الرجل أكثر احتمالاً وبالتالي أقل شكوى وإنما المرأة تكون أكثر شكوى من الرجل في اعتقال الأكثر شكوى طبعاً المرأة بتشتكي أكثر لأن المرأة بطبيعتها ما تتحملش الرجل عند قوة تحمل لطبيعة اللي ربنا خلقه عليها أكيد الرجل يعني عنده مهم الحياة وكيف يعيش عياله وكيف يعيش في البيت وكيف بيصرف يعني أكيد أنه بيكون الرجل ما هو المرأة إذا امتدر عن يقيك الضرر يخفيف عنك مصاب القدر فكن ذا يقين برب قدير فنعمل يكون مرة أخرى أيها الأخوة واخوات في هذه الحلقة ونحن لازمنا نتحدث عن علاقة الجسم بالنفس ويسرنا حقيقة أن أستضيفها في هذه الحلقة زميلي وأخي الدكتور عبد الرحمن الجبرين أستاذ مشارك واستشاري الجهاز الهضمي بمستشفى ومستشفى ملك خادر الجامعي وكلية الطب جامعة الملك سعود حياك الله دكتور عبد الرحمن الله يتيك ببارك كثير وشاكل لك في أموم الدعوة حياك الله أنا حقيقيا سعيد باستضافتك الليلة خاصة وأنه أنا أعتقد أنه من ألصق التخصصات يمكن بتخصص الطب النفسية تخصص الجهاز الهضمي وجهاز القلب والدروة دموية تحديدا دعني أبدأ دكتور عبد الرحمن من خلال مشاهدتك في عيارة الجهاز الهضمي هل تتفق معي أو تختلف معي أنه نسبة كبيرة من مراجعي عيارة الجهاز الهضمي سواء كان للمعيدة أو للقلون أو أي جزء من أجزاء الجهاز الهضمي أنه نسبة منهم ربما تعود معاناتهم إلى مشكلات نفسية بدرجة الأولى أو على الأقل في جزء منها عامل نفسي نعم بلا شك أتفق معك دكتور عبد الله بشكل كبير جدا وأعتقد حقيقة أن معظم بل لن أبالغ إذا قلت 70 إلى 80% من المرضى الذي يأتونه عيادات الجهاز الهضمي لها علاقة كبيرة جدا بالمشاكل النفسية أي كانت هذه المشاكل طبعا نحن نعرف أن هناك مشاكل نفسية تبدأ بالمريض بدون أي مشاكل عضوية وتأتي طبعا على كما ذكرت قبل قليل وتأتي على شكل أعراض لأن هناك علاقة كبيرة جدا بين النفس وبين الجسم بلا شك هذه لا يخالف فيها أحد وهي العجيب أن كثير من المرضى يعني لما يقول صدعت بسبب نفسي هذا شي طبيعي لكن لما تقول هذا الألم في يدك أو هذا الألم في بطنك بشكل بسبب نفسي يستغرب الترابط مع أنه يعني واضح جدا وشائع هو ربما دكتور عبد الرحمن لا يعني يستغرب الترابط وإنما يستغرب أنه هو يعتقد أنه إذا كان السبب نفسي إذا لابد أن يكون عندي مشاكل أو كذا وهو لا يتذكر في حياة أي مشاكل ويذكر أي ضغوط فيستغرب أنه يكون عنده عامل نفسي صحيح صحيح هذه طبعا أيضا كثير من المرضى حقيقة يأتي لي ويقول بالقلون العصبي مثلا شائع جدا يمكن 60-70% من العيادة هي قلون عصبي حقيقة اللي هي أعراض آلام وانتفاخات وإحساس بالغازات وإمساك وإسهال قد تبدأ فعلا أنت بدأت بقولون حساس ما عندك أي مشكلة لكن البداية قد تكون قبل سنة بدأت بمشكلة نفسية بدأت الأعراض هذه بدأت تفكير اللي هو التفكير نسميه الذاتي الآن خلاص نسيت أنت المشكلة الأولية بدأت ذاتيا تفكر في المشكلة هذه بدأ القلق أو التفكير بين هذه مشكلة كبيرة جدا الآن صار تغضيها ذاتية مولد ذاتي مولد ذاتي خلاص زي العجلة تدفها لابد أن تقف لابد من كسر الحلقة أو إيقافها لهذه فقده فعلا ينسى المشكلة أو المسبب الأول ولكن هناك مسبب قد ما يكون واضح جدا لكن هو مسبب في الحقيقة بزيارة بجانب أنه عنده مثلا نقول حساسة أو معيدة حساسة أو قبل قليل يعني أو اليوم حقيقة أن يأتي مريض وإحساس بالكرة واختناق وهل عندك ارتجاع في المريض إلا ما عندي إيش ارتجاع في المريض وفي النهاية مشكلة في البلع وفي النهاية اكتشفت فعلا أن المشكلة بلا شكلها علاقة التوتر وما يسمى العلاقها بين الجسم أو الصايكوسوماتيك بالنفس جسمية أو النفس جسمية وبشكل واضح عموما لكن المشكلة الأساسية حقيقة في كثير من المرضى كما ذكرت يا دكتور عبد الله قبل قليل هي قضية الربط بين هذه رابطين بين ما عندي مشاكل في البيت هذه دائما ما تطرح أو تطفو للصات ما عندي مشاكل كيف أنا أصاب بالمشكلة هذه رقم واحد ورقم الثاني أني مؤمن بالله سبحانه وتعالى فلا يمكن بما أني مؤمن لا يمكن يأتيني مشكلة نفسية على دائما حقيقة ما أطرح المريض أقول المؤمن هل هو مبتلى أم لا مهم مبتلى رقم واحد رقم اثنين هل مبتلى لا يأتي السكر لا يأتي ضغط لا يأتي كوليسترول لا يأتي مشكلة بالقلب كل هذه معروفة عموما شد الناس ابتلاعا الأنبياء نعم هو لا شك أن هذه أيضا من الابتلاع وأنها أمراض دائما نبع على قضية أن هذا مرض لا بد من الحل للأسف الشديد المشكلة لا تقع حقيقة على المرضى بل إن للأسف الشديد بعض الزمل لا يصدق بقضية اللي هو النفسي جسمي أو السايكوسوماتيكا أو حتى بعض الأمراض المعروفة اللي شائعة جدا أمراض النفسية بل يشك فيها لا بد من إيجاد سبب أنا لا أقول أن نعرف حتى في المشاكل العضوية مثلا مشاكل مثلا الأمعاد التقرحية لا نعرف السبب حقيقة نعرف أن هذا مرض وأنه مرض عضوي ويأتي بتقرحات شديدة جدا وله مضاعفات شديدة مرض لا نشك في ذلك لكن ما هو السبب؟ لا نعرف السبب كثير من الأورام الآن ما هو السبب؟ وكثير من الأورام ما هو السبب الذي جعلني مثلا أصابي ورم كذا لا سمح الله والمعدة والقلون وشيء لا نعرف طيب لكن نعرف كمرض فهذه المشكلة أنه في قضية الإيمان بالأعراض أو أني لابد أني أؤمن بشيء واضح لكن النقطة هذه دكتور عبد الرحمن ألا تقود كثير من الناس عندما تقول أنه والله أنا أعرف أنه هذا عراض القلون التقرحي على سبيل المثال أو القلون العصبي أو كذا لكن لا نعرف أسبابه مباشرة يتبادل إلى ذهن أنه إذا الطب لا يعرف أسبابه إذن ربما يكون عين أو ربما يكون كذا ولذلك يصبح فيه نوع من ربما حتى النفور من العلاج أو محاولة العلاج لأنه بما أن الطب لا يعرف أسباب إذن الإيمان بإمكانية الطب في علاجه أيضا تصبح ضعيفا جميل الحقيقة دائما أضرب أمثال لأنه بالمثال يتضح المغائر فأقول لبعض المرضى يعني بقضية العين أو قضية نحن مؤمنون إن شاء الله تعالى بالعين لكن لو أصابك أو عنك أحد وكسرت رجلك ماذا تفعل؟ أنا أسأل السؤال منطقي جدا يقول أقرأ وأذكر الصباح والمساء لكن في النهاية ستأخذ بالأسباب المادية ستذهب لطبيب العظام وتجبر الكسر ونفس الشيء لو أصابك عين وأتتك جلطة في القلب على طول مباشرة ستذهب إلى الإسعاف وربما احتجت إلى مسل الدم أو ربما احتجت إلى قسطرة و لا يتنافى هذا و هذا لا يتنافى مع هذا و نفس الشيء في نفس المقابلة عندي سكر لا يتنافى أنك والله تذكر أذكر الصباح و تذكر من القراءة و لا يتنافى هذا مع هذا في نظري و هذا نفس القضية لا يعني أنه لا يوجد سبب أنه ليس هناك مرض و هذا مهم جدا الربط بين الشيء هذا و أنه ليس هناك سبب إذن مشكلة هي قضية العين واردة و لكن هناك أسباب أيضا مثل ما هناك أسباب أنه كسرت الأجلي و هناك علاج واضح هنا أيضا عندنا الطب لا يعني أنه ليس عندي معرفة السبب بالدقة أنه ليس عندي مرض و ربما أحيانا الدكتور عبد الرحمن يكون أيضا الشخص نفسه هو أحد الأسباب يعني بمعنى أنه الإنسان ممكن أن يمارس سلوك غير جيد مثلا يأكل طعام غير جيد أو يمشي بطريقة غير صحيحة أو كذا فيطيح ينكسر أو يتعلم أو كذا فيعلق أيضا على العين و كأنه يعني لا يريد أن يلوم نفسه أو يتعلم من أخطاء وتجارب بلا شك و بلا شك هذه أيضا تدخل في قضية حتى التوكل على الله سبحانه و تعالى و قضية إذا جعلت أو حتى وضعت قدرك في أيدي أناس أخرين هذه أيضا مصيبة حقيقة مصيبة كبيرة جدا في التوكل على الله سبحانه و تعالى لكن إذا قلت أنا متوكل على الله سبحانه و تعالى أذكر الصباح و المساء الأذكر الشرعية عموما لا يلحف على السرعات يلحف على الأمور الشرعية و بعدها لن يضرني بإذن الله سبحانه و تعالى أي شيء خلاص هذا التوكل على الله سبحانه و تعالى لكن التوكل هو التوكل على الآخرين قضية التمسك الكبير جدا بالعين و بالسحر و في الحقيقة إذا نظرت له و الله أعلم أنه فيه ضعف حقيقتهم في التوكل و الله أعلم و إن كان كثير من هذا يقول لا هذا مسلك شرعي لأن هذا العين وردت و السحر ورد و لا ننكر هذا بلا شيء كلها وردت لكن أيضا يعني كل إنسان أيضا يعطل صحيح الأخذ من الأسباب المادية و يرمي كل شيء على أمور غيبية صحيح أو نوع من القلق العام أو كذا يذهب إلى قبل أن يأتي العيادة النفسية يكون ذهب إلى طبيب باطني قلب جهاز هضمي أو كذا و يجد من الأطباء من يفسر له بعض الأعراض مثلا أعراض القلون مثل ما ذكرتها أنت ذكرت بعض الأعراض القلون و لم تذكر منها إلا ما يتعلق بالجهاز الهضمي صحيح يأتي بعض المرضى و يقول أنه أنا عندي خفقان في القلب و عندي ألم كذا و الدكتور قال لي أنه القلون يضغط على الحجاب الحاجز و كذا آياتيني نفس للأسف يعني و أنا ذكرت هذا أن هناك علاقة كبيرة جدا من الجهاز الهضمي و القضية العلم النفس و الطب النفس أنا أقول لك بعد الدراسة صحيح أننا قد نتعمق بشكل كبير جدا في قضية الجهاز الهضمي لكن قليل جدا حقيقة من يلم بأبجديات المشاكل النفسية و الأمراض النفسية لكن عند الممارسة تجد كثير جدا من الأعراض أنها تفسر أنا كثير جدا لما يذكر لي عراضين أقول طيب و عندك كذا و عندك كذا أصبح معروفة أيوة خلاص معروفة عندك صداع عندك دوخة عندك تنميل فالأطراف في فزع كيف عرفت يا دكتور ما تحتاج هذه خلاص سلسلة معروفة زي أن سواء كانت عراض القلق أو عراض الاكتئاب أو عراض العموم لكن كأن بعض الأطباء و خلنا نأخذها نوع من اليوم حتى استعراض لبعض المشكلات ممارسة الأطباء و كان ينظر نظرة تلسكوبية على الجهاز الذي تدرب عليه صحيح يعني طبيب الجهاز الهضمي يرى أعراض الجهاز الهضمي صحيح لكن لا يرى أعراض المريض الأخرى مثل ما قلت تنميل و كذا صحيح و كان كل واحد يركز على الجزء الخاص به بل إن كثير من المرضى اللي يأتوني يعني يبدأ بكذا أنا دكتور ما أدري وين أبدأ معه أنا ما أدري أن أذهب إلى دكتور أعصاب دكتور روماتزم دكتور جهاز تنفسي قلب جهاز هضمي ما أدري طيب بعد طبعا أخذ بعض المعلومات البسيطة تعرف واضح جدا أنه يعاني من مشكلة قلق واضحة جدا لكن كثير جدا زي ما ذكرت يختزل المشكلة في جهاز واحد بل إنه يقول لا يوجد عندك مشكلة و يترك المريض بل إن كثير من المرضى لما تقول لها لا يوجد عندك مشكلة عضوية لا يفهم أن المشكلة النفسية تسبب ألم حقيقي صحيح و نحن لابد أنك تتعاطف مع المريض و تقول نعم أنا أعرف أنك عندك أو لا لو ما عندك آلم لو ما تشكو من الآلم لما أتيت لي أو لما أتيت لعشرين طبيب قبلي أن تعاني من الآلم حق و حقيقة لكن سببه نفسي هذه أيضا مشكلة كثيرة يتوقع المريض أنه يقول أنا ما توهم لا أنا أشكو من مرض و أشكو من إذن لابد أنك تجدون المشكلة و هذه اللي تجد كثير من الأطيب يقول لا يوجد عندك مشكلة و يضع المريض بالشكل كذا سوي مثلا منظار أو شيء يقول طبيعي في أمان الله طبعا المريض يطلع بالمشكلة حقيقة لا أحليت حقيقة المشكلة حقيقة بالربوما و لا أعطيت و لا أعطيت حقيقة يعني نهاية و إيش طيب لذلك مهم جدا قبل تسوي أي شيء تجلس مع أن تشوف هذا الاحتمال الأكبر لكن قد يكون واحد بالمئة احتماليات كذا و كذا و كذا بمجرد إنهاء الفحوصات إذا فعلا في حاجة الفحوصات على طول المريض يجيك في العيادة الثانية يقول دكتور الحمد لله كلش كويس إذن اللي ذكرتي الأول هو الاحتمال خلاص تجد أن المريض مهيئ تماما لقبول لكنك تجد مباشرة تقول لا يوجد عندك شيء توكل على الله هذه فيها صعوبة حتى حقيقة خطيرة بالنسبة للمريض لأنه يعني الإنسان صحيح أنه يعاني و يأتي بمعاناة لكن أسوأ من المعاناة هذه لما يشعر أن الطبيب عجز عن تفسير هذه المعاناة لا يبدأ يتخبط هل عندي مشكلة خطيرة عجز الطب عن معرفتها صحيح أما أنه عندي مثلا شيء مثل ما قلنا عين أو كذا و أبدأ أفكر بأذن شخص آخر أو أنه مشكلة نفسية صحيح فحيرة الطبيب يعني تؤذي المريض حقيقة إلى كبير جدا تؤذيه من ناحية أنك لا تعرف و من ناحية أنك يعني تبالغ مثلا فيفهم المريض أنك لما تقول ما عندك شيء خصوصا لما يكون وهذه يحسها كثيرا خصوصا لما يكون عندها أقارب و المريض يعاني و كذا لما تقول يحس أنه كأنه مبالغ أو شيء لا أنا دكتور أنا أعاني فعل تعاني و أنا عارف الشيء هذا لذلك مهم جدا إلى التعاطف مع المريض هذا يعتقد أنها أهم حاجة حقيقة في المسألة لذلك عدم التعاطف مع المريض أو لا يوجد عندك شيء لا يوجد أنك مشكلة في القبل لا يوجد عندك مشكلة في العصاب هو صحيح لا يوجد مشكلة لكن المريض لا يوجد معاناة بالضبط ذلك المعاناة و كثير من المشاكل حقيقة العضوية قد يذهب المريض للشغل قد يذهب للمدرسة قد لا تكون المعاناة حقيقة التي يعانيها المريض النفسي في ظل ما تواجهه بأن المريض يعاني من معاناة حقيقية و يشعر بألم حقيقي و يشعر مثلا بضيق تنفس حقيقة إلى آخر من العراض الجسمية اللي ممكن تحدث و في نفس الوقت أن تقول أنه أنا يعني ما وجدت عندك مشكلة عضوية و تريد أن تحيل إلى الطبيب النفسي ألا تجد صعوبة في إقناع المريض بالحالة هذه أنه دكتور أنت تقول لي يعني كلام كانه كلام متناقض أنا عندي مشكلة عضوية و فعلا أنت عندك أنا أحس أنه عندك ألام فعلا و تقول لي روح للطبيب النفسي نعم طبعا القضية لا بد من إضاحة المريض قضية الربط بين الحس و بين الجسم هذا مهم جدا عدم الربط أو عدم الفهم أو الربط دائما أتكر لأنه في قضية الصداع نعم أنت دائما أو شاعر في المجتمع والله أني عصبت أني صدعت و هذا طبيعي كيف طيب تفسر لي هذه إذا تفسر لي هذه لا بد أنك أيضا تفسر للأعراض الأخرى لذلك هناك علاقة كبيرة جدا بين العقل أو بين الحس و بين الجسم لا بد من فهمي هذا رقم واحد قضية تحويل المريض أيضا هذه قد أتطرقها أيضا للطبيب النفساني حقيقة هم يمكن معنا أجد صعوبة صعوبة جدا في القضية هذه طبعا نعرف أن كثير من الطباء الجهاز الهضمي ممكن يصرف بعض العلاجات مثل بعض المضادات الاكتئاب لكن بمجرد أنها تجد المشكلة لا بد من تحويل حقيقتها لكن أجد حقيقة فيه تحفظ كبير جدا في قضية التحويل في المقابل فيه مرضى لا يوجد عندهم أي مشكلة وأعتقد أن طبعا فيه تقدم عموما في فهم المرضى وفي ثقافة المرضى لكن عائلة الملاحظ أن المريض الذي يعاني و تكون مشكلته أنت ترى كطبيب جهاز الهضمي أنه مشكلته نفسية بالأصل لكنه يتلك و لا يريد أن يعالجها من ناحية نفسية ربما هو يزيد من معاناة نفسه و تصبح المشكلة مزمنة بل شك و لا يكون علاجها أصعب بل أن و أنا متأكد أنه يأتيك بعض المرضى من وقع في مشاكل حقيقة طلاق و مشاكل مع الأطفال و ترك عمله بمسألة بسيطة جدا كانت ممكن حلها بشكل ضئيل بل أنه يعني وصل إلى قناعة أن عندهم مشكلة العصر و أن الطب لم يجد لها حل و في النهاية يعني كانت مجرد يعني أحيانا مجرد جلسة أو في أحيانا أخرى مجرد علاج بسيط حل الموضوع حقيقة دكتور عبد الرحمن الموضوع يشجون و أطراف يعني ممكن نتحدث فيها لفترة طويلة لكن الزمن المتاح لنا يبدو أنه على وشك الانتهاء فاسمح لي بس أخو ثواني أنا أشكرك حقيقة شكرا جزيلا و أنا أعرف أنك يعني تكبت العناء اللي مجيء الليلة لكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما قلت و أن أجزيك خير الجزاء ريك أخوتي أخواتي نتوقف لفاصل ثم نعود لمواصلة حديثنا عن علاقة النفس بالجسم ابقوا معنا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا مرحبا بكم مرة أخرى أيها الأخوات و نازلنا نتحدث عن العلاقة بين النفس والجسم كنا قبل قليل عرضنا بعض الأسئلة لكن أريد من باب التأكيد على أنه تابعت معنا سأعيد الأسئلة مرة أخرى ثم ستتحدث عن طريقة احتساب النتائج الأسئلة هي ببساطة هل تعاني من ضعف الشهية هل تعاني من ثقل في الرأس و الإجابة دائما نعم لا نعم لا هل تعاني من الدوار هل تعاني من التعب و الإرهاق هل تعاني من الصداع هل تعاني من ألام في الظهر هل تعاني من ألام في البطن هل تعاني من الغازات أو الانتفاخ هل تعاني من الصعوبات في النوم هل تعاني من الخفقان هل تعاني من حرارة عند خروج البول أجلكم الله هل تعاني من آلام في المفاصل أو العضلات النتائج هي كالآتي إذا كانت مجموع قلنا أنه لا تأخذ صفر ونعم تأخذ واحد إذا كان المجموع العلامات أقل من أربعة فأنت لا تعاني من أي مشكلة والله الحمد إذا كانت النتائج من خمسة إلى ثمانية فأنت ربما تعاني من مشكلات نفسية أو عضوية وربما تحتاج إلى زيارة طبيب عام أو طبيب عضوي أما إذا كانت نتائج أكثر من تسعة تسعة إلى اثنى عشر فربما أنك تعاني فعلا من نوعية المشاكل التي تحدثنا أنا والدكتور عبد الرحمن الجبرين قبل قليل عنها وهي المشكلات النفسية الجسمية أو النفس جسمية طبعا كل الأعراض التي ذكرناها هي أعراض طبيعية ربما تحصل عند كثير من الناس لكنها تحصل مفردة يعني مرة يحصل عراض ثم عراض لكن إذا وجدت هذه الأعراض بهذا القدر يعني تسعة إلى اثنى عشر عراض موجودة في آن واحد فالإنسان ربما يعاني فعلا من مشكلة نفسية جسمية كنا قبل التوقف لمشاهدة اللقاء الذي عمل مع بعض الإخوة والأخوات عن موضوع الحلقة ثم اللقاء مع دكتور عبد الرحمن كنا تحدثنا عن الجانب الإيماني وأيضا دكتور عبد الرحمن جزاه الله خير أشار إلى القضية هذه لكن أريد أن أؤكد على نقطة أخرى وهي أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبالقدر يقل الإنسان من المعاناة النفسية لكن المرض هو قدر من أقدار الله ويجري على الإنسان سواء كان المرض عضوي أو مرض نفسي كما أن الإيمان بالله أيضا واتباع منهج الله سبحانه وتعالى وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطهر النفس من الأخلاق السيئة والحقد والأنانية والشك وما إلى ذلك من الأمور التي ربما لا تندرج تحت مرض ولا عضوي ولا نفسي لكنها قد تكون سبب أحيانا من أسباب المعاناة النفسية من جانب آخر أيضا فتحكيم شرع الله سبحانه وتعالى وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في شؤون الأسرة وفي شؤون المجتمع والقانون يوفر للإنسان الشعور بالطمأنينة والحب والاحترام ويحميه في المقابل أيضا من الإنحراف والسلوك سواء كان إحرافات والشدود سواء كان إحرافات سلوكية أو إحرافات فكرية أو عقدية أو منهجية الإيمان يعلمنا أيضا التسامي على الدنيا اعلموا أن ما الحياة الدنيا لعب وله وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور إذن الدنيا هذه وما فيها سواء كان أمور طيبة أو أمور سيئة ليست إلا فترة وجيزة بعد ذلك يذهب الإنسان إما إلى جنة أو إلى نار ثم أن الإيمان أيضا يعلمنا أنه لا يحدث في هذه الدنيا شيء بدون قدر يعني لا يحدث شيء أبدا اعتباطا والله سبحانه وتعالى يقول ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير ثم بعد ذلك بعد أن علمنا بأن هذه الدنيا ليست سوى يعني مر وليست دار قرار وبعد أن علمنا بأنه لا يحدث في هذه الدنيا شيء بدون قدر الله سبحانه وتعالى وتدبيره يدربنا أيضا الإيمان على التكيف مع الأحداث المؤلمة فيقول الله سبحانه وتعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور وهناك أيضا كثير من النصوص سواء كان في القرآن الكريم أو السنة النووية تحكم وتدرب الإنسان لكي يتكيف مع أحداث الحياة وأيضا في آية أخرى الذين آمنوا وتطمئنوا قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئنوا القلوب وهنا أيضا ملحظ جميل بأن الإطمئنان بذكر الله تعالى هو من دأب المؤمنين وليس أن الإنسان يعني يجي في فترة فترة الألماء في شكل الله سبحانه وتعالى موجود والله سبحانه وتعالى يجيب دعوة المضطر إذا دعاه لكن من تعرف على الله في الرخاء تعرف على الله يعني كان الله سبحانه وتعالى معه في الشدة قبل أن أخذ بعض الاتصالات دعونا نستعرض بشيء من الإيجاز بعض المشكلات العضوية التي يمكن أن يكون لها أعراض نفسية من هذه المشكلات ومن أكثرها علاقة بالطب النفسي ومشكلات النفسية هو خلل الهرمونات أو الغدد للصماء الغدد الضرقية على سبيل المثال انخفاضها يؤدي إلى أعراض من ضمنها الخمول، الكسل، الضيق، والميل إلى النوم وربما حتى في الحالات المتأخرة يحدث شيء من الاختلال في القدرات العقلية مثل هلاوس كأن يسمع أشياء أو يشوف أشياء غير موجودة يحدث بعض الضلالات والاعتقادات الخاطئة والشكوك لكن هذه تحدث في الغالب في حالات انخفاض الغدد الدرقية تحدث ببطء شديد ولا يصل الإنسان إلى مرحلة اختلال القدرات العقلية حتى يعني يكون وصل الأمر فعلا إلى درجة سيئة من أو انخفاض شديد للغدد الدرقية وللأسف الشديد مثل ما ذكرت دكتور عبد الرحمن قبل قليل أنه كثير من الأطباء ربما يفوت عليه أنه مشكلة مثل هذه المشكلة مشكلة غدد درقية أنه يكون الظواهر التي تظهر ابتداءا ربما تكون ظواهر نفسية إذا ما كان الطبيب النفسي من الحذاقة ومن المهارة بمكان أنه يتعرف عليها ربما يعالج المريض ويكون علاجه طبعا في وادي والحالة في وادي آخر في المقابل زيادة إفراز الغدد الدرقية ممكن أن يؤدي إلى القلق الشديد إلى الاكتئاب إلى ضعف الشهية إلى سرعة التوتر والانفعالات والغضب عدم تحمل الحر شعور بالرعشة والأرق فقد الوزن رغم أنه أحيانا تكون الشهية جيدة وقد يصل حتى في مراحل متأخرة مثل ما قلنا إلى بعض الإضطراب في القدرات العقلية طيب معنا بعض الاتصالات لعلنا نأخذ ما شاء الله أن نأخذ منها الاتصال لأول الأخ أبو حاتم الأخ أبو حاتم سلام عليكم عليكم السلام حياك الله أبو حاتم تفضل يا أخي تفضل يا أحفظك أسمعك أنا عندي مشكلة في التعبق الشديد حتى في أوقات الدرق نعم أحست بتوتر شديد يعني إذا كان في السماع أو مقابلات مع الناس أول مرة نعم ما نعرف سويت تحليل على الغدد الدرقية فأطلعك كلها سليمة يعني نعم أنت أخي أبو حاتم قلت أن الأشياء هذه تحدث فقط لما تكون في اجتماعات أو في مناسبات أو شيء منها القبيل نعم عندما تكون لحالك أو مع ناس تمون عليهم ما تحدث الأشياء هذه يعني تقريبا بس غالبا التعبقات يحدث جميع الوقات لكن ما تكون في الاجتماعات أو مع ناس أول مرة يتسمعهم نعم وتشعر أثناء الاجتماعات هذه تشعرنك خائف مرتبك محرج نعم نعم فيه أعراض أخرى تظهر مثلا أنه تحس النفسك كأنه مكتوم أو عندك رعشة أو جفاف الفم أو شيء منها القبيل نعم تحدث الأشياء هذه طيب التعرق وين يصير يا أبو حاتم في غالب الجسم وأكثر شيء في الجبين أي نعم هل زرت طبيب نفسي بسبب المشكلة هذه والله ما زرت بسبب طبيب باطنية وقال لك ما في شيء وتوكل على الله بس أي نعم طيب تسمع الإجابة إن شاء الله تعالى شكرا لك يا أبو حاتم الأخت سارة سلام عليكم الأخت سارة سلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله تفضلي يا أخت سارة أشكرا بذكرة عبدالله على الحلقة المتميزة الله ينفع بذكرة لدي ثلاثة أسئلة تفضلي السؤال الأول عندي أخو بثاني اكتدائي نعم يعاني من كثرة فرقعة الأصادر أي نعم يعني بكثرة بشكل من طبيعي يعني كثرة فرقعة مرة بشكل يعني عنيف ما أدري هو يعاني شيء أو نعم هذه بس ملحظاتكم الوحيدة عليه تقريبا نعم هو نه السنة تقريبا مثل الشهر يعني مع كثرة ما ينهون لا تفرقع لا يكفي قد بدأ يكفي أزادة حالك نعم كيف مستواها الدراسي يا أخت سارة يعني ما علي بسط يعني ناشي نعم هل لكم ملاحظات عليها مثلا أنه يخاف مثلا أنه ملتصق كثير بالوالدة أو بالوالد يعني ملتصق كثير بالوالدة أو الوالد يخاف لما يكون الحالة ما يكون معهم لا هو عصبي نوعا ما يعني يعصب يعني تحالات كثيرة يعصب يتنفس بشكل يعني مرة كأنه واحد كبير نعم بداية لما راح للمدرسة هل كان عنده خوف من المدرسة لا ما أتذكر إن كان عنده خوف يعني ظاهر ما أتذكر ما في شيء ظاهر هل عنده يعني عادات أخرى ربما تدل على شيء من التوتر مثلا قضم الأظافر أو الشفايف أو لا لا هو يعني من حكة في قسنا حكة نعم ويدنا نعم نعم يعني حكة ظاهر حتى يصدف يعني نعم دائما يحك تبول لا إرادة في الليل مثلا والله ما أدري على طبيعي ما أندي متأكد كثة حالة هي يعني تبول بس ما أدري لا لا ما أدري طيب للسؤال الثاني يا أخت سارة لي قريب عمره عشر سنوات أين تقريبا دائما يعني انتي حالات يحس بضيق يحس ملل يقول أبغى أن تحر ما أدري يعني هذا طبيعي أو لا كده معنا مستوى كويس كل شيء أين نعم والحالات هذه هل تكون يعني استجابة لأحداث معينة ولا بدون سبب يشعر بضيق وملل لا بدون سبب كده يعني نحاولون أهلا يعني هم يتغاضون ولا يعني يهتمون بحاجة كذا أحيان عندهم يأخذ السكين مثل يقول أحس بضيق أحس بودي يعني ما أدري يعبر عن حالة في هالطريقة يعني ما أدري هل الشخص هذا أول اللي سألت عنه هذا اللي عمره عشر سنوات هل عنده في الأسرة أحد عنده أي مشاكل نفسية والدين أو أخوانة أو أخواته لا ما أعتقد لا ما تعرفين لا طيب السؤال الثالث عندك سؤال ثالث الله يعرفك السؤال الثالث اضطرابات النوم أنا من النوع اللي أنام في النهار وأشهر في الليل يعني جيد تضبط نومي حتى أحيانا أصح بدري يعني وأنام خلاص أنام ساعة ساعتين ثم أقوم كأني شبعانا يعني حسيني تعبانا يعني ما هو يعني شبع طيب بس ما أدري جزء يعني ما أدري زيان تسمعين إن شاء الله تعليق عليها شكرا لك يا أخت سارة بارك الله فيكي ما نتصل آخر أيضا أخت أم فهد من الكويت أخت أم فهد وطي على صوت التلفزيون وسمعينا من سماعة الهاتف إن شاء الله إن شاء الله تفضلي يا أم فهد أم فهد تفضلي يا أختي حالو السلام عليكم حالي يا أم فهد تفضلي يا أختي نفعل الله فيكم يا دكتور يا مرحبا مين يا رب دكتور أنا عندك صاحبتي لها عشر سنوات تتعاني من من الاكتئاب والوسواس وطبعا تخلص في وسواس الصلاة والوضوء إلى الحكل إلى طلعا من البيت نعم خلال عشر سنوات هذه كنا لقد نأهنا تروح للقبيب النفسي بآخر سنتين رضت تروح طبعا مراحل متقطعة نعم فكل مرة يعطيها كورس دول يدحها لها الدكتور فتاخذها وبعد أن ترد ما يأثر معاها نعم فيقول لها أنت من العشر بالمئة اللي ما يأثر معاهم أيوة فيعطيها دول ثاني نعم استمرت على هالحال ثلاث مرات نعم في المرة الرابعة للأسف أطاها دول كان سعر رخيف نعم يعني بالمقارنة بالأسعار الأدوية لأول شي نعم فذاته ظاهر الدكتور فشل فما لدي عنده أي شيء يعطيني إلا هذا ولا خدتها ولا راجعت الدكتور أيوة بس أشهر سنوات معانا مطبيعية نعم طيب إن شاء الله تسمعين الإجابة على سؤال هذا شكرا يا أم فهد بارك الله فيك الله يسلمك الأخت المسعد سلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله الدكتور الدرلا أي نعم تفضلي يا أختي طيب سؤالي يا دكتور عندي آخ أي نعم كان هو في الكلية أي نعم وفترة تعب ورحنا يعني ودينا مستشفى نعم وقالوا يعني نفس الأعراض اللي ذكرتها ثالث واحدة يعني تقريبا أعراض شديدة أي نعم فوصفوا لي يعني إبرة إبرة العباء ما أدري كم يعني فترة فترة علاج أي والله أنا ما أدري طبعا الآن ما صورة الحالة ما هي واضحة يعني إشرحيني الأعراض وإش اللي عنده نفس الأعراض تعرق وصعوبة في النوم حرارة في الجسم أيها هو شاف طبيب يعني علوي ولا طبيب نفسي يعني ودينا للمستشفى وذيكنا يعني قال للدكتور أنه يعني 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 بغاله إبرة في العباء بس ما أدري إسم الإبرة ما أدري بس إبرة في العباء طيب يعني إلى الآن ما هي واضح لكن أنا أتمنى حقيقة أنك لو تدخلين على الموقع وحاولوا يتكتبين سؤال كامل في كل الأعراض وتفاصيل اللي يمكن يحول وقت البرنامج دون أخذها فهو يطول علاجة مثلا؟ خلينا أول نعرف الحالة يا أم سعد هم قالوا قالوا لنا ستة شهر يعني أي نعم ما أدري إن شاء الله يعني خلصها تقريبا إن شاء الله يعني خلص يعني بيستغني عنها خلاص ولا أبعلق على تعليق عام لكن يليت أنك تدخلين وحطنا تفاصيل كاملة وإياك إن شاء الله الأخت أم محمد السلام عليكم الأخت أم محمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا أسمع تبغى كلمة دكتور الله تفضل يسمعك الله يا أخي الله أني ولد كثير الحركة نعم أحيانا يأكل أظافير نعم ولو مثلا أحدها وش من أخوانا كذا ما قدر يضرب أخو ولا شي مثل كسر حاجات مثلا بالبيت كسر لوحة كسر أي شي بوجود بالبيت يكسر قدامه في السبيل إنه ما يقدر يسطر على أخوان يكبر منه أيوة وحرك حرك قد ما قدت حرك حتى بالمدرسة يا دكتور حرك ما يجلس مستحيل يجلس كل يوم جايتنا شكوة من المدرسة ما يجلس ولا ينتبه مع المدرس خالص وكنسير حركة فرط حركة مرة كم عمر يا محمد يدرس صف رابع صف رابع وكيف مستوى في الدراسة مستوى في الدراسة كان برياضيات شاطر أول سنة ثاني سنة مو شاطر برياضيات الحين مو شاطر برياضيات صار شاطر بشوي بالغراءة هو عاد السنة عاد صف ثالث المقروف الآن يدرس رابع يدرس ثالث أيوة بالأملة يعني مو شاطر بالقراءة طيب والله يا دكتور وأحياني مثلا على أكل وكذا لو مثلا ما قومت أحيانا لا أكل ولا شيء تحس أنه يأكل بكثرة طيب محمد ما عرضته على طبيب نفسي عرضته على طبيب نفسي ما كان يدرس قبل الدراسة قبل الدراسة نسيش الملك فهد صلحنا جلسة وحدة قال لي يا موسى أنا أبقى أسألك ومتجاوبني وكان يدرس تمهيد إلى الحين ما دخلت أولى قال لي أبقى أسألك أحنا وين هالحين أحنا بملعب أحنا بحديقة رد للدكتور قال لي لأ أحنا مستشفى قال لي أم موسى حرام تعرضين المشاكل والطفل ما في شيء قلت لي يا دكتور الطفل كذا وكذا وكذا ما كثير حركة طيب أتفشل لهم ونيجوني أحد مثلا يهوش عيالهم نعم كثير الحركة يضرب مثلا ما قدر يضرب هالشخص قدام لو بيالكاسد شاي بيدك كبها قزازة ضربها لوحة أي شيء بيدم فيك أضربها واضح المعنى واضح واضح المعنى الطبيب كل حاجة قال لي احتمال أمطيس حبوب وانصح فنس ما تأخذينها طيب ليس انصحني ما أخذها قال أنصح خاف أنها شحنة كهربائية مع الكبر رايحة يخف نعم بل عكس وزادي دكتور ما أخف طيب أنا رح أعلق عليها إن شاء الله تعالى وإن شاء الله أن تكون إجابة يعني شافية بالنسبة لك شكرا لك يا محمد بارك الله فيك حقيقة نريد أن نستغل الوقت المتبقي للإجابة على هذه الأسئلة الأخ بوحاتم حقيقة كان سؤاله عن شعور بالتعرق حتى في أوقات البرد ويشعر أيضا بالتوتر عندما يكون في اجتماعات وأيضا أعراض أخرى هي أعراض جسمانية لكنها أعراض القلق بما أن أخ بوحاتم طبعا هي مشكلتين أو جانبين الجانب الأول أنه كثير من الأعراض التي عندك تتركز في أنها تحدث عندما تكون أنت في مجتمع تريد أن تتحدث أو تشارك أو تسلم أو تؤدي شيئا ما هذا نسمي الرهاب الاجتماعي الرهاب الاجتماعي من أكثر المشكلات النفسية شيوعا بالذات في مجتمعنا الخليجي لكنها في ذات الوقت هي من أكثر المشكلات النفسية استجابة للعلاج ولها الحمد ولذلك أنا نصيحة لك بأنك تراجع طبيب نفسي يقدر الحالة عندك هل هي فعلا حالة شديدة تحتاج إلى علاج مثلا دوائي بالإضافة إلى جلسات أم أنه يمكن الاكتفاء بالجلسات فقط أم أنه إذا كان المسافة بعيدة ممكن الاكتفاء بالدواء دون الجلسات لكن في نفس الوقت أنا أظن من المفيد لو تبحث في الإنترنت عن الرهاب الاجتماعي ستجد كثير من المواضيع اللي ممكن تفيدك لمعرفة الحالة أولا وقناعتك من أن هذه مشكلة فعلا ويمكن علاجها بإذن الله والأمر الآخر أيضا أنك ستجد بعض الخطوات وهناك أيضا كتب اللي فات في هذا المجال منها كتاب لي أنا لكن لا أريد أن أعمل لدعاية يمكن أن تجد فيه بعض الإجراءات اللي يمكن إن شاء الله أن تفيدك لكن إذا كانت الحالة مرضية وحالة شديدة فيها تجنب لمواقف الاجتماعية فقد تحتاج فعلني إلى علاج حقيقي من قبل مختص الأخت سارة يعني هي ثلاثة أسئلة في سؤال واحد أو ثلاثة أشخاص في سؤال واحد لها أخ في سنة ثانية ابتدائي ذكرت أنه عنده مشكلة فرقعة الأصابع بشكل مزعج جدا وعصبي وعنده حكة لكن ما عنده لله الحمد يعني أشياء أخرى كثيرة مشكلة فرقعة الأصابع هي من العادات السيئة ربما تكون مؤشر إلى أنه هذا الطفل متوتر وش سبب هذا التوتر أنا أظن هذا متروك للأخت سارة وأهل الطفل للبحث عن أسباب توتر هذا الطفل لكن أنا أظن أيضا أنه واحدة من المشاكل أو الأمور التي ساهمت في أنه هذا الطفل يستمر بمشكلة فرقعة الأصابع وتزيد عند المشكلة هذه هي كثرة نقد الأهل لهذه المشكلة وتركيزهم عليه وإشعار الطفل بأنه فعلا في مشكلة عنده ربما تستفز الطفل وتجعله يعاند الطفل الآخر عمره عشر سنوات عنده ضيق وملل ويعني يحدث لأحيان كثيرة ويتكلم عن الانتحار وأحيانا يأخذ السكين رغم أنه إن شاء الله يمكن ما يكون عنده شيء لكن في المقابل أنا أحقيقه كطبيب أنا أخذ الأمور هذه يعني على محمل الجد وأرى أنه هذا الطفل لابد أن يؤخذ إلى طبيب نفسه وتقيم حالته الطفل يصير عنده اكتئاب الاكتئاب مرض ممكن يصير الأطفال ممكن يصيب الكبار ولذلك من المهم جدا أن المبادرة في العلاج خوفوا من أنه هذا الطفل فعلا لا قدر الله يعني يؤذي نفسه السؤال الثالث للأخت سارة كان عن اضطيرابات النوم ومشكلة أنه هي تنام يعني في النهار وتكون في الليلة صاحية هذا أيضا نمط حياة للأسف أصبح شائع كثير ولا يكفي فيه أن الإنسان يعني يسحر ليلة وحدة أو يعني يمنع نفسه من النوم يوم واحد وثاني يوم يقول ما جاني النوم يحتاج أن الإنسان يستمر في أنه ما ينام أثناء النهار سجد تلقائيا أنه يرجع نمط النوم كما كان الوضع الطبيعي الأخت أم فهد ذكرت قصة لامرأة أخرى عندها اكتئاب وربما عندها وسواس وللأسف أنه جلست ثمان سنوات ما عولجت رغم معاناتها وفي السنة الأخيرة عولجت طبعا حقيقة لا نستطيع أن نحكم أنه هل العلاج كان صحيح ولا لا لكن فعلا فيه عشرة في المئة من الحالات ربما تكون استجابتهم للعلاج ضعيفة أحيانا العلاج اللي بالذات نتكلم عن علاج الوسواس هناك علاج من علاجات الوسواس رخيص مقارنة بالأدوية الجديدة والحديثة لكنه هو الدواء القديم وهو الأرخص ومع ذلك هو أفضل علاج للوسواس فإذا كانت ما أخذت يعني فرصتها على هذا العلاج فأنا أنصح أنها تعود إلى نفس الطبيب وتأخذ أيضا فرصة على هذا العلاج وإلا الله سبحانه وتعالى يجعل فيه الفائدة والبركة الأخت أمسعد حقيقة سؤالها ما كان واضح لي لكن هي تكلمت عن قريب لها كان في الكلية وعنده بعض الأعراض الجسمانية ذهب إلى طبيب وأعطى إبر في العضل أنا حقيقة لا أستطيع أن أقول أن الإبر هذه كانت يعني العلاج حال نفسية أو أنه مشكلة عضوية لكن فعلا كثير من المشكلات النفسية يحتاج في علاجها إلى أدنى ستة أشهر وربما تطول الفترة أيضا إلى تسعة أشهر أو أكثر من ذلك لكن ما أستطيع أن أقوله هو أن يعني يستمرون مع طبيبهم وإذا كانت العراض الحمد لله لا تتحسن فلعله الطبيب يعني إن شاء الله في الطريق الصحيح وما يحتاج إن شاء الله بعد ذلك إلى يعني استمرار العلاج أكثر من هذا الأمر أما الأخت أم محمد فوالح من شكواها بأنه هذا الطفل عنده مشكلة في الحركة فرط الحركة من المشاكل الشائعة عند الأطفال كثير ويأتي فرط الحركة إما مع نقص في الانتباه أو ضعف الانتباه أو ربما يأتي ضعف في الانتباه دون وجود فرط الحركة أو فرط حركة حتى بدون نقص في الانتباه لأن الطفل ممكن أن يعوض من خلال معلمين أو كذا لكن واضح أن الأم تعاني المدرسة تعاني من حالة الطفل والأكيد أيضا أن الطفل نفسه يعاني الطفل عاد سنة ومستوى الدراسي ضعيف من المؤكد أنه يتلقى كثير من النقد والكلمات السباب واللي ينعته بأنه غبي واللي ينعته بأنه ما يفهم واللي ينعته بأنه غير مؤدب يعني منها الكلام هذا كله ولذلك الطفل يحتاج إلى معالجة للأسف أنه عندما ذهب إلى طبيب إما كان يعني الطبيب ما قدر الحالة بشكل جيد أو أنه كان الطفل في سن صغيرة ما كانت الأمور واضحة لكن من وصف الأخت أمم محمد الآن واضح أن الطفل فعلا عنده مشكلة فقط الحركة ونصف الانتباه وعلاج هذه الحالة هو علاج لحالة الطفل الآن لكن أيضا يريح الأهل وهو في ذات الوقت استثمار للطفل للمستقبل الطفل إذا عولج هدأت في فرط الحركة التي عنده أصبح استيعابه جيد أصبح تحصيله الدراسي جيد ممكن يحصل على شهادة جيدة يتخرج من الجامعة يحصل على وظيفة جيدة يكون دخله جيد يتزوج المرأة التي يريد أن يتزوجها إذن كثير من الأمور في حياتها المستقبلية هي أمور تبطة حقيقة بعلاج حالتها الآن طبعا فرط الحركة ممكن أن يختفي عندما يعني يبلغ الطفل مثلا سن الثانية عشر أو الثالثة عشر لكن مشكلة نقص الانتباه قد تستمر لفترة طويلة ولذلك بعد هذه السن ربما يحتاج الطفل إلى تقييم من ناحية الطبيب هل يحتاج استمراض على الدواء أم يمكن الاكتفاء بمثلا جلسات تدريبية أو تعليم إضافي لزيادة تحصيل الطفل لكن ما أريد أن أخلص له في الثانية الأخيرة هو أنه يجب معالجة الطفل العلاج هو فعلا استثمار لحالة الطفل العلاج ليس منه أي ضرر خاصة إذا قلت أن الطفل يعني عنده زيادة في الوزن زيادة في الوزن فربما حتى العلاج هذا أنه يساعد في أن يخفف شهيته ويصبح يعني كأن عالجنا يعني أكثر من المشكلة بعلاج واحد هذا ما سمح به وقت الحلقة أيها الأخوة والأخوات تحدثنا عن مشكلة العلاقة بين الجسم والنفس وتمنى أن نكون قد وفقنا لطرح الموضوع بقدر من التوازن الذي يوصل المفهوم الذي ردنا إيصاله إلى أن نلقاكم في حلقتنا القادمة في شهر المقبل استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا رمت در عن يقيك الضرر يخفيف عنك مصاب القدر فكن ذا يقين برب قدير فنعم الإله ونعم المجيد ولا تيأسم إن أصاب القدر فصبر جميل يزيل الضجر فصبر جميل يزيل الضجر تحفي من ممتاز نزل الضجر تحفي من وصل عرم المتازل المتازل وقاوتaba في شهر المتازل تحفي من الور한�ăng وحصلرت في شهر المع scent والحط وحصلت على جز opportunity فصبر جميع الورغب وأنا جميع الورغب فصree عجته